برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عقد المجلس جلسته الثامنة بدور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس وقد رفع المجلس أسماءات التهاني وتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدة والحكومة الموقرة وإلى معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين وجميع منتسب قوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وخلال الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية مع جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين فيما أقرى المجلس تعديلا تشريعيا على قانون العقوبات ينص على إلزام الجاني في قضايا الاختلاس برد الشيء المختلس بعد أن كان النص النافذ يلزم برد المال المختلس فقط كما لم يوافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المرأة والطفل بخصوص مشروعين بقانون بتعديل بعض إحكام قانون الطفل وذكرت اللجنة في مبرراتها أن مشروع القانون متحقق على أرض الواقع من خلال الأنظمة والقوانين النافذة فضلا عن الدستور كان في ثلاث بنود بإنما البند الأهم والعلاقة بالعمل التشريعي تحديدا كان مناقشة تعديل المادة 424 من قانون العقوبات وهذا في الأصل مقدم من السلطة التشريعي نفسه من مجلس الشورى تحديدا في أدوار سابقة والحمد لله اليوم استطعنا أن نصل إلى صياقة توافقية مع المجلس الشورى بعد أن أجرأ عليه مجلس النواب تعديل بسيط تم توافق جزئيا مع الأخوان في النواب وإن شاء الله أنها يمر خلال أسبع القادمة من مجلس النواب ويصبح قابل للتنفيذ ناقشة مجلس الشورى اليوم إضافة فقرة جديدة تعديل على المادة 424 من قانون العقوبات وذلك التزاما بالاتفاقية الممتحدة لمكافحة الفساد والتي أصبحت البحرين طرفا فيها بموجب القانون رقم 7 لعام 2017 هذه الاتفاقية تطلب من الدول اتخاذ تدابير برد المال المختلس سواء كان من اختلس هذا المال موظف عام أو في القطاع الخاص لا يوجد في قانون البحرين أو في قانون العقوبات نص يفيد برد ما تم اختلاسه في القطاع الخاص وإن على ذلك تم اقتراح هذا النص من أعضاء مجلس الشورى اليوم وفق المجلس على فق على إضافة فقرة على المادة 424 تحكم بأن على الجاني رد الشيء المختلس اشتركوا في القناة